اشتركوا في القناة ومن يقض من بيته موادل إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أدره على الله وكان الله رصورا رحيما وإذا غربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصوا من الصواة إن خبتموا أن يبتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيلا وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصواة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وإذا تقائفة مخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حجرهم وأسلحتهم وإذا الذين تغروا لو تغطلون عن صحتكم وأنتعتكم فيمينون عليكم ميلة واحدة ولا دناح عليكم إن كان لكم أداة من بطر لو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعزل الكاثير عذابا مهيلا فإذا قضيتم الصواة مذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قبلتم الصواة مذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنا أنتم فاقيموا الصواة إن الصواة كانت على المؤمنين كتابا موكوتا ولا تيلوا في امتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون ويردون من الله ما لا يردون وكان الله عليما حكيما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة